كابتن فاتح مبروك وكابتن اسماعيل يوسف وحشني جداً حي اداء مميز جداً جداً شكراً يا اسماعيل جداً جداً تأثمرت عن سيطرة خلص الملعب وفرص كتيرة ضعت الحمد لله والله كانت اي فرصة كثيرة بان احنا على اقل ناخد نقطة النهاردة لكن اتقدر الله وما سأفعله لكن انا بس ليه اعتاب على الحكم يا كابتن اسماعيل اولاً احمد فاتح هي ضروري اضطرت النهاردة ضروري اضطرت حسن الاستاذ حسن مستكاو قال لك قال للحكم انت صبرت عليه كثيراً صبرت على احمد فاتح كثيراً اكتر من كورة يا كابتن واخد انظار وكورة على حدود الثمنتاشر مع محمد ابراهيم انظار تاني وطارد اتقاش في الطواج النادي الاهلي مش محتاج بفادي حد اي احنا كلنا كلنا متعاصفين مع النادي الاهلي لكن عشان تبقى فاهم الحكم ده ليه ثوابت معي كثيرة جداً انه ما ستحرصوا برضه مع النادي الاهلي اه حسب برض الجزاء لابوتريكا بر منطقة الجزاء حتى ابوتريكا طلع قال لا كابتن عليش البنالسي مجبنالسي والولد ما لمسوش ودهاب مالسي فليه الثوابت كثيرة حتىنا النهاردة لما عرفت ان هو الحكم لم اتفاقل مطلقاً وقلت للجهاز بتاعي مبروك على الاهلي المهاردة اه محمد ثروف واسأل ممكن تسأل اي منطير ومؤمن ومنجوع قلتنهم كده يعني انا ببقى غير متفاقل بوجوده هو واحد ثاني لان دول ملاكي الحكام ملاكي ومنتهى الامانة يعني انا ليه ضرب الجزاء واضحة جداً احمد فتح بروقي يضطرب وليه ضرب الجزاء اه واضح جداً الجول مش عارف اذا كان جول ولا قصاد يعني انا ما شوفوش طبعاً اه لكن يحسب لي فاولات في نصف الملعب وفاولات ليه على حجوب الثمانتصر ما يدهاش حاجات كده اه فيها الواحد حاجات مريبة اه لكن حقولي الحمدلله انا بحمد ربنا وبشكره لله جداً على دول ومش الثاني من عرضه واضح جداً ان هم اه في الدوانب الفدنية عندهم الحمدلله كويسة جداً بالرغم بالرغم يا كابتن اسماعيل من الدولي موجوب 26 يوم وبالرغم يا كابتن اسماعيل وانت عارف وانت وكابتن فاتحي وكريم عارفين التدريب ومدى اه اصبح التدريب علم لما انا ببقى عامل وتكيف على ان يوم الثلاثة والماتش بتاعي وبالعب كل ماتشات يودية يوم الثلاثة وعامل الادبتاشن ده ما بيتمش غير كل في نهاية الاسبوعين يعني عشان تعمل على برنامج معين وعلى حمله معين تكيف على حمله معين محتاج على الاقل الاسبوعين اجي قبل الماتش قبل الماتش بتاع النبي قال اسبوع وارح مغير معاد المباراة ويحطهولي في اليوم اللي انا باخد فيه راحة اللي هو اوم الثلاثة اذا كلام يا جماعة بين القسلوب العلم اللي احنا بمدير في الكرة المصرية وين الناس اللي بتخطط الكرة المصرية صح لكن الحقيقة عشوائية بتضر ناس وبتضريني انا شخص انا بجي الماشي ببرنامج وماشي بقسلوب علمي اخدلك وبهتم جدا بالناحة دي لكن تبص تلاقيه واحد يجيل اخبطلك الدنيا يحطلك المعاد المباراة ما هو الا يفرق معاه حاجة ولا فكر ان فيه مدربين بتشتغل بشكل علمي وبشكل منظم وعمل على يوم المباراة وبعدين يحطلك في اليوم الراحة بتاعتك تخيل يعني بعدما الجسم تكايف في اليوم الثلاثة يديك اقصى طوة واقصى طاقة عندك بيديك في الماتش في اليوم الراحة بتاعك طبعا كلام مش مزموط طبعا لكن هنعمل يهوة ده حال الكرة كابتن حينوي يعني انت مش عاجبك ادارة لجنة المسابقات لجدول الدور الممتاز انا مش مش عاجبني انا نفسي لجنة المسابقات يكون فيها راجل فني عشان يبقى الحمد لله كل مدربين دلوقتي مؤهلين على اعلى مستوى وناس فهمة وناس متعلمة وناس مثقفة يبقى ضروري حد يبقى فني ويرى كيفية وضع برامج التدريب ويعني ايه حمل التدريب ويعني ايه التكايف ويعني ايه المدرب يحط برنامج ولو تغير يضر فرقته كل الحاجات دلوقتي يبقى فيها واحد فني بشكل كبير جدا عشان يساعتهم في وضع الجدل بطريقة علمية لان فيها حاجة اسمه دورة حملة اسماعيل وانتعالي وفي كذا شكل من اشكال الحملة فالمفروض بيبقى فيه واحد فني على مستوى عالي مع اللجنة المسابقات عشان يقدر يحط برنامج محترم يقدر يحط برنامج المدرب يقدر يعمله دورة حملة بشكل كويس هو ده المزبوطة ولجنة الحكام ايضا من الكابتن حسام برضو كابتن حلي مفروض إدارة المسابقات من لجنة المسابقات وتخفيف الكابتن فتح ينصير انه هو المدير الفاني لاتحاد الكورة ده المفروض لو يعرف الكابتن فتح انا مش عارف اذا كان يعرف لكن كريم كمان لجنة الحكام المفروض انا مصنف لماتشات الزمالك مخصوص وكل مصر عارف الكلام ده لما الحكم ده بيكون موجود يبقى المبروك على الاسل المحكم ده موجود مبروك على الزمالك معروف واسماعيل عارف والكابتن فتح عارف وانت يا كريم عارف لما اتصل برئيس لجنة الحكام وقل له يا كابتن حسام لو سمحت حتلي حكم دولي كبير ما يخافشه ويدي كل واحد حقه يروح بعيد لي حكم معروف تماما انتماؤه معروف تماما انه بيجامل معروف تماما انه بيخاف يبعث لي حكم بالشكل ده ازاي الكورة يبقى فيها تقدم وازاي الكورة عايزين فيها يبقى فيها وصول العالمية اذا كان هذا هو حال التحكيم في مصر كابتن حلمي طيب لو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر